يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاتا عراتا غرلا وتدنوا منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذا بيان ما الذي يكون بعد النفخ في الصور النفخة التي يقوم بها الناس لرب العالمين وقد تقدم قبل قليل أن النفخة المذكورة في القرآن نفختان نفخة صعق ونفخة بعث ونشور هل هناك نفخة ثالثة؟ ذكرت أن من أهل العلم وحكي أنه قول الجمهور يثبت نفخة ثالثة لكنها ليست نفخة بعث ولا نشور إنما هي نفخة صعق تكون يوم القيامة يصعق بها الناس ولعل ذلك في موقف القيامة فيكون أول من يرفع رأسه بعد تلك النفخة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفيه أنه إذا رفع رأسه رأى موسى عليه السلام آخذ بشيء من العرش وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سلم من هذه النفخة من الصعق بهذه النفخة لما جرى له من الغياب والصعق الذي كان عندما تجلى ربه للجبل فجعله دكة فخر موسى صعق فجزي بتلك الصعقة أنه يستثنى من الصعق الذي يكون يوم القيامة بعد خروج الناس من قبورهم هذه النفخة الثالثة التي ذكرها بعض أهل العلم والمستند فيها لما جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فيما صح عنه في البخاري وغيره إذا قام الناس لرب العالمين إذا نفخ في الصور قام الناس لرب العالمين يقول المؤلف رحمه الله فيقوم الناس من قبورهم بعد عود أرواحهم إلى أبدانهم في حياة جديدة مختلفة عن حال حياتهم في الدنيا وعن حال حياتهم في البرزخ وهي لحظة فيها شدة وكرب عظيم يذهل الناس فيه عن أنسابهم وسائر ما كان من شؤونهم حتى تذهل المرضعة عما أرضعت كما قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم والزلزلة تكون في ذلك اليوم بعد خروج الناس من قبورهم تزلزل بها القلوب والأبدان إن زلزلة الساعة شيء عظيم وأعظم ما يصيب من الزلزلة ما يصيب القلوب من الوجل والخوف والفزع الذي يكون يوم القيامة وهو فزع عام لا يستثنى منه إلا من أمنه الله جل وعلا من أوليائه وعباده الذين قال تعالى فيهم إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون يقول الله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر أي لا يصيبهم في ذلك الفزع وفي ذلك الجمع العظيم وفي تلك الأهوال ما يخيفهم أو يذجرهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون فتتلقاهم الملائكة تثبتهم وتؤمنهم من أهوال ذلك اليوم وما يكون فيهم من عظائر فالذي ينجو من ذلك الفزع ويقدم آمنا هو من قدم بالحسنات من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ إيش آمنون سأل الله أن يجعلني وياكم منهم وهم من فزع يومئذ آمنون فهو يوم عظيم شديد الأهوال يقوم به الناس لرب العالمين للمحاسبة على أعمالهم ويقدمون على هذا النحو حفاتا عراتا غرلة كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده أن يعيده على نفس هيئته السابقة فكما خرج الناس من بطون أمهاتهم على هذا النحو حفاتا عراتا غرلا يعني غير مختونين كذلك يحشرون كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين وكما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة على الصفة التي خلقتم عليها أول مرة فيرجع الإنسان على هذه الصفة حفاتا عراتا غرلة وقد جاء ذلك في هذا التفصيل لبيان صفة البعث وأن حفات عرات غرلة جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر فقال فقال إنكم ملاقوا ربكم أي رجعون إليه حفاتا عراتا غرلا ومعنى غرلا أي غير مختونين وقول حفات ليس ثمة شيء يقي أقدامكم وعرات أي ليس ثمة شيء يقي أجسادكم فالناس يتوقون بما خلق الله من اللباس الحر والبر كما قال تعالى سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بعسكم فذكر السرابيل وهي الألبسة التي يتوقى بها الناس الحر والسرابيل التي يتوقى بها الناس ما يكرهون من البأس والشدة كل هذا لا وجود له يوم القيامة فالناس يأتون عراتا ليس عليهم شيء مما يتوقون به ما يكرهون من حر أو برد أو بعس وقوله صلى الله عليه وسلم غرلا أي غير مختونين هذا معنى قوله غرلا أي من غير ختاب فيرجع الخلق كما كان فإذا خارج الناس على هذه الصفة فزعيم أمن الله تعالى عباده المؤمنين كما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة فيلقى الله في قلوبهم من الأمن ما يزول عنهم به كل خوف ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون جعلن الله وإياكم منهم ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن من أهوال ذلك اليوم ما تشيب له الولدان ومنهما أخبر به النبي في حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه في صحة إمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة يعني إذا جاء يوم القيامة أذنية الشمس من العباد أي اقتربت الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون قد رميل أي حتى تكون المسافة بين رؤوس الناس والشمس قد رميل أي بمسافة الميل والميل هنا للعلماء فيه قولان منهم من قال الميل هو ميل المكحلة يعني الذي يدخل في المكحلة وتتحل به العين فيكون بقدر الملاتين أو نحو ذلك وقيل الميل هو المسافة المعروفة وهي ألف وستمائة متر بالحساب المعاصر وهذا أو ذاك كلاهما قريب الشمس يا أخواني التي في سمائنا لو اقتربت عن موضعها أدل ما يكون من القرب لا احترق ما على الأرض لشدة حرارتها وهلاك الناس بهذا الاقتراب فكيف باقترابها على هذا النحو لا تقول كيف يعني للتعظيم لا تقول لماذا لا يحترقون مع قرب الشمس منهم على هذا النحو الجواب على هذا أن أحوال يوم القيامة أحوال مختلفة فيعطي الله الأبدان من القدرة والقوة على تحمل أهوال ذلك اليوم ما تدنو الشمس على هذا القدر ولا يكون ذلك سبب الاحتراقهم غاية ما هنالك أن يتأذى أن يتأذى الخلق بذلك ويرشحون عرقا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفاوت العرق في ما يكون من رشح الناس قال فيكونون في العرق أي يكون الخلق كلهم في العرق لكنهم متفاوت بقدر الأعمال ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيكونون في العرق كقدر أعمالهم وهم في ذلك متفاوتون منهم من يأخذه أي العرق إلى عقبيه العقب هي مؤخرة القدم ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه يعني إلى موضع ربط الإزار وسطه موضع ربط الإزار أو السروال وهو وسط الإنسان ومنهم من يأخذه العرق ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يعني يبلغ موضع اللجام وهو الفم هذا موضع اللجام في ما يلجم من الحيوان والمقصود به الفم فيلجمه يبلغ حدا يكون موضع اللجام وهو الفم وهذا بقدر ما يكون معه من الإساءة والتقصير فيضيق الناس بذلك أشد ما يكون من الضيق حتى يشكوا بعضهم إلى بعض فيذهبون إلى أعيانهم فيأتي أهل الإيمان إلى الرسل يأتون إلى آدم يطلبون منه أن يشفى عند رب العالمين في أن يأتي الله لفصل القضاء ليريح الناس من هذا الموقف العظيم فيذهبون إلى آدم ويقولون له مقالة فيعتذر ويحيلهم إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن فيأتون أي فيعتذر ويحيلهم إلى موسى عليه السلام كلم الرحمن فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى عليه السلام فيعتذر كل من تقدم يذكرون سبباً لاعتذارهم آدم يذكر أكله من الشجرة ونوح يذكر دعوتها على أهل الأرض بالغرق وإبراهيم يذكر الكذبات الثلاث وموسى يذكر ما كان من جنايته بقتل من قتل وأما عيسى فلا يذكر عذراً إنما يعتذر بأنه لا يبلغ هذه المنزلة ويحيلهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيأتي الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلبون منه الشفاعة عند رب العالمين لا أن يخلصهم من الموقف بنفسه إنما يشفع عند رب العالمين فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون الناس أجمعين الإنس والجن أجمعين يحمدونه على شفاعته في ذلك اليوم وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً أن يحمدك به الخلق وهو ما يكون في ذلك اليوم من شفاعته صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها فيأتي صلى الله عليه وسلم فيسجد عند العرش لا يبدأ بالشفاعة فيفتح الله عليه من المحامد وثناء لا الثناء على الله ويفتح عليه من تمجيد الله ما لا يعرفه في الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم فيفتح لي فيفتح علي من المحامد ما لا أعلمه اليوم فيقال له يرفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فيشفع الله فيشفع لدى الله في أن يأتي لفصل القضاء ويخلص الناس من أهوال ذلك اليوم العظيم هذا اليوم يأتي الله عز وجل فيه للحساب كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور فيأتي الله تعالى لفصل القضاء بين الناس والقضاء وهو الحساب ليس خاصا بفئة من الخلق بل هو عام للخلق كلهم ولهذا يحشر الله تعالى البهائم فقوله رحمه الله فيقوم الناس هذا ليس تخصيصا للناس دون غيرهم بل هذا ذكر ما يتعلق بالبشر والجن ملحقون بهم وأما البهائم فلم يأتي لهم ذكر في كلامه رحمه الله والأدلة في الكتاب والسنة دال على أن البهائم تبعث وتحشر وتحاسم يختص الله تعالى ما يكون بين الخلاء بين البهائم من جنايات أما بعثهم ونشورهم فقد ذكره الله تعالى في قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم يعني أمم كالبشر وكالناس إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء كله عند رب العالمين إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبداء الله أكبر لقد أحصاهم وعدهم عداء جل في علاه سبحانه ومحمده فكل من في السماء والأرض يأتي إلى ذلك الموقف العظيم وقد علمه الله عز وجل وأحصاه إحصاءا دقيقا إحصاء علم وإحاطة علمية وكذلك بالكتابة كله كما قال جل وعلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه لا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي قيد الله تعالى كتب الله تعالى فيه ما يكون من شؤون الخلائر ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم شرون ولك أن تتخيل هذا الجمع العظيم الآن لو مر بك سرب من الطير كبير وجدت في نفسك هيبة لهذا الجمع الكبير الذي يمر بك فكيف إذا جمع الله كل طائر عبر القرور وكل حيوان عبر القرور من منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن يقيم الله القيامة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون أن يجمعون وقد قال الله تعالى في جمع الحيوان وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت لماذا ذكر الوحوش مع أن الجمع لكل الحيوان ذكر الوحوش لأن الوحوش تشرد في العادة لا يتمكن الناس من تحصيرها تهرب لكنها يوم القيامة تأتي راغما ولذلك خصها بالذكر مع أن الحشرة لجميع الحيوان الوحش وما كان أليفا مستأنسا عند الناس فإنه جميعا يأتي منقادا ذليلا كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عد سبحانه وبحمده فيحشر الله تعالى الخلائق ويقيم الموازين القصد ويحاسمهم على أعمالهم والوزن ليس خاصا بفئة دون فئة بل لكل الخلق يقول الله تعالى ونضع الموازين القصد ليوم القيامة وقد ذكر المؤلف رحمه الله في كلامه الموازين فقال وتنصب الموازين